مولانا بعض اللي يعني خليني أقول هم أهل اجتهاد أيضا لكن اجتهاد قد يأخذهم إلى أن يصف الآخر بأنه صاحب بدعة في مفهوم الشريعة وليس في مفهوم الجمال وأنه على باطل ثم قد يصاعد الأمر أو يعظم منه بأن هذا ليس من الإسلام في شيء ويبنى على هذا أنه ليس على الإسلام إنجاز ذلك من هذه النقطة أيضا إلى بعض ما يكون من أهل التصوف يصفون أنفسهم بأنهم أهل التصوف ولكن قد نجد بعض التصرفات من مغالاة أو مبالغة أو إظهار صورة ما غير معتادة شعبيا ونمطيا وعقليا ممارسة سلوك جماع ما قد يستهجن بشكل أو بآخر أشياء من هذا القبيل فيفعل هذا ذلك ويقول هذا ذاك فأين الصواب بين هذين؟ الصواب إنه خير الأمور الوسط كما تعلمنا وإنه لما الناس بتدخل في هذا الميدان بتحصل صور مختلفة وبتحصل أحوال للناس في الزمان النبوي الشريف جاء سيدنا معاذ بن جبل عليه رضوان الله تعالى واختار لنفسه نمطا خاصا من التعبد هو عايز يصلي الفريضة فيقوم يقرأ مثلا في الركع الأولى سورة البقرة كاملة عايز يقرأ سورة الأنعام كلها هو يعيش حال خاص به هو له أنس وحال مع القرآن وذوق بس الشرع الشريف أرحب وأوسع من هذا إياك أن تجبر الناس على ما اخترته لنفسك أنت بتتعبد في البيت أنت حر صلي كما تشاء بس إذا خرجت للناس إماما في المسجد كان سيدنا النبي يقول من أم بالناس فليخفف وكان إذا صلى بالناس وسامع بكاء الصغير يعجل في الصلاة لتنصرف السيدة الكريمة إلى ابنها فده مقام ده مقام وكلاهما أدب مع الله وأدب مع الخلق وكلاهما فهم عن الله سيدنا معاذ بن جبل بقى يقف في المسجد الذي فيه عموم الناس وعايز يصلي بما قد يناسب حاله هو ويحمل الناس على حاله الخاص فأوجد هذا إرهاق للخلق ومشقة على الناس واحد من اللي كانوا بيصلوا كان راعي إبل راعي الإبل بيطلع من الفجر مع الإبل بتاعته يعود وقت الغروب وقد أنهك خلاص عايز يصلي المغرب بقصار السور ويعود يأوي إلى بيته يستريح فيفاجأ بسيدنا معاذ بن جبل يصلي صلاة طويلة جدا شاقة جدا ثقلت عليه ويحاول أنه يتماسك ويصلي مأدرش مرة واثنين ثلاثة فانعزل لنفسه وصلى مفردا ومضى الرجل إلى هذا الحين مش غلطا في حالة سيدنا معاذ بن جبل لما بلغه ما صنعه هذا الرجل قال لقد نافق فلان شوفوا يا جماعة إزاي سيب الصلاة وإزاي سيب القرآن والكلام شكله مقبول إزاي يترك الصلاة ويمشي إزاي يترك القرآن ويمشي بس لما ننزل إلى الحقيقة هو الصوام هو الصح الراجل لما سمع إن صحابي جليل وأخوه في الصحبة النبوي بيقول عنه لقد نافق فلان ففتش في داخل نفسه والله العظيم أنا معزور أنا مرهق تعمان مش قادر أقف هذا الوقوف الطويل طلع جري إلى سيدنا النبي يا رسول الله حصل مني كذا وكذا وحصل من معاذ كذا وكذا هو أنا صح والله غلط فإذا بالمصطفى عليه الصلاة والسلام يرسل إلى معاذ أحضروه لي على فكرة في مشهد تاني في الهدي النبوي سيدنا معاذ له عند الجناب النبوي خصوصية نادرة لما سيدنا النبي يقول له يا معاذ والله إني لأحبك فلا تدع أن تقول في دبر كل صلاة اللهم إني على ذكرك وشكرك يعني معاذ له في قلب سيدنا النبي حال دا محبب إلى الجنان النبوي ورغم هذا سيدنا النبي آلهة معاذ فورا أول ما دخل بقول فما رؤي صلى الله عليه وسلم غاضبا كمثل هذا اليوم أقبل على معاذ يقول له أفتان 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 أين أنت من القراءة بالليل إذا يغشى من سبح اسم ربك الأعلى من الشمس وضحاها مثل قصار للسور إيه اللي احنا ناخده من هذا الحال يقترب جدا من الأطروح لستك بتتفضلي وتشيري إليها يا جماعة الخير من أراد منكم أن يختار لنفسه نمطا خاصا من التديون فليفعل لكن لا تحمل الناس على ما تختاره لنفسك أضف إلى ذلك يقع كثير جدا من الخطأ عند بعض الناس أن يتسلط على الخلق ويرهق الناس ويكفر الناس ويصف ده بالبدعة وده بالشرك يبقى خرج إلى دائرة التطرف في فهم الشريعة يبقى ده نموذج من الفكر المتطرف الإرهابي الذي عانينا منه في العقود والسنوات الماضية ترجمة نانسي قنقر